شاركت دولة الكويت في القمة الاقتصادية العربية للبريطانية الثالثة والتي تنعقد تحت شعار استدامة ورؤيته مستحدثة وذلك في العاصمة البريطانية لندن هذا وقد حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمم المتحدة مسؤولية عدم استقرار الوضع في المنطقة وفي استمرار الجريمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة أشاد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد بالدور الكبير الذي إلعبته زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبريطانيا في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والعالم العربي خلال كلمته بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن احتفلنا بالعيد السبعين بمكتب الاستمار الكويتي خلال زيارة سمو ولي العهد الكويتي لبريطانيا وبدء الحوار الاستراتيجي مع الكويت والذي دفع العلاقات بين بلدينا للأمام وأشكر سعادة السفير دولة الكويت والذي تحرك بديناميكية عالية منذ وصوله وخلافة عميد السلك الدوليماسي السابق ومنعكس على علاقات بيننا بالإيجاب والإزدهار كما شدد على ضرورة العمل سويا من أجل إحراس تقدم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا على التعاون مع مجلس الصفراء العرب وخصوصا صفراء مصر والأردن وسفير دولة الكويت بدر العوضي من جانبه شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بلغيت على أن تجاه المأساة الشعب الفلسطيني سيولد مزيد من الكراهية وردود فعل بالغة لذا يجب العمل على تحقيق سلام شامل وعادل لتعزيز التعاون الاقتصادي نشعر بخيبة أمل عميقة في المنظومة الدولية التي تطيح لهذه الجريمة أن تستمر أمام سمع وبصر العالم العالم كله لأسابيع بلا توقف وهي بهذا ليست عارا على مرتكبيها فقط ولكن على المنظومة الدولية كلها وأقصد بها الأمم المتحدة وحضراتكم جميعا تعملون في مجال التبادل التجاري والاستثماري وتعلمون كم يتأثر مجالكم وأعمالكم بإعدام الاستقرار في هذه المنطقة تأكيد من القيمة العربية الاقتصادية البريطانية على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية والتي ستلعب دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بريطانيا والعالم العربي جمال شاهين تلفزيون دولة الكويت لندن